السلام عليكم معكم علي أهلاً وسلم بكم بالدرس جديد إذا كنت والمرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر جرس ووضع عليك الفيديو ليصلك كل جديد البعض ممكن نسى أنه يشترك بالقناة لا تنسى زر الاشتراك قبل ما تتابع الفيديو البعض يسأل كيف تعلم من اليوتيوب؟ طبعاً يتكلم يتعلم لغة إنجليزية هناك الكثير من المعارف والعلوم الإنسانية التي تمكن أن تعلمها عن طريق اليوتيوب كما نعلم في وقتنا الحالي عصر التكنولوجيا وعصر الإنترنت لذلك تعتبر منصات اليوتيوب من أهم المنصات في العالم لتقديم خدمات المعرفة والتعليم عن بعد بالتالي تستطيع أن تختار أي مجال تريد أن تطور نفسك فيه بالتالي تدخل القنوات التي تناسب اختصاصك من أحد هذه المجالات المهمة هو تعلم اللغة الإنجليزية لكن البعض يقول كيف أتعلم عن طريق اليوتيوب؟ ما هي الطريقة؟ ما هو الإسطوب الذي أتبعه؟ بالتالي أستطيع أن أطور من لغة إنجليزية بأسهل الطرق وبأسرع وقت في هذا الفيديو نتعلم ما هي الأمور التي يجب أن أتبعها عند تعلمي عن طريق اليوتيوب؟ ماذا علي أن أفعل؟ ماذا علي أن أتبع؟ وما هي الأشياء التي يجب أن أقوم بها لكي أحصل على أكبر قدر ممكن من المعلومات؟ بالتالي أطور نفسي في اللغة الإنجليزية بشكل سريع أولا يجب أن أحدد لي هدف معين دائما إذا كان عندي هدف معين أسعى له بالتالي أستطيع أن أبحث بكل الطرق وأستثمر وقتي لكي يحقق هذا الهدف إذن يجب أن أحقق هدف لي مثلا أتعلم كلمات معينة أتعلم قواعد معينة أتعلم كلمات معينة أتعلم صفات أتعلم ظروف أتعلم جمل إلى آخره من الأشياء التي تخص اللغة الإنجليزية إذا وضعت هدف معين بالتالي أستطيع أن أنظم وقتي لكي يحقق هدفي بأسرع وقت بينما أن أحضر قناة يوتيوب بدون هدف بهذه الحالة أكون متخبط ما أنا عارف وين وصلت وكيف أبدأ ومن أين بدأت وأين انتهيت أهم نقطة أن أحدد لي هدف معين الشيء الثاني الذي يجب أن أنتبه له أن يكون لي رغبة في التعلم إذا كان عندي رغبة في التعلم بالتالي يكون التعلم أسرع وتحقيق هذا الهدف بيكون شكل سريع الشيء الآخر لا تحظر فيديو وأنت مشتت الذهن وغير مركز إذا كان عندك شغل معين أو عمل معين انجز هذا العمل وافتح قناة اليوتيوب المناسب لك بالتالي بيكون فكري مركز أي معلومة أسمعها أستطيعا أستوعبها وأتعلمها بدون تضيع وقت الشيء الآخر يجب أن أنظم وقتي أضع لي جدول يومي لكي أتابع قناة معينة هذا الجدول ممكن صباحا ممكن مساءا على حسب كل شخص وأظروفه المتعلقة به خلاص أحدد وقت هذا الوقت وقت تعلم بالتالي الناس المحيطة بي أو الناس اللي عايش معاهم يعرفون أن هذا وقت مخصص لي للتعلم وأيضا أنا عندما يكون عندي وقت محدد للدراسة أو للتعلم أنجز جميع أعمالي لكي أصل لهذه الساعة بحيث أنه ما عندي أي شيء أفكر به فقط الدراسة ومتابعة الدروس عن طريق اليوتيوب من الأشياء المهمة أيضا يجب أن يكون لي دفتر مخصص هذا الدفتر يكون قسم للقواعد قسم مثلا مثل قواعد قسم الأزمنة مثلا الظروف الصفات الأفعال أضعهم في مكان وأيضا أضع قسم لحفظ الكلمات أي كلمة حفظتها باشرة أدونها في هذا الدفتر أيضا مكان لحفظ الجمل بشكل يوم أكون حافظ جمل أو أحفظ جمل أو أتعلم جمل وتراكيب أيضا أضعها في مكان معين بالتالي بهذه الطريقة أنظم دراستي ونظم تعليمي لماذا عندما أريد أن أراجع هذه المعلومات تكون كل شيء مرتب عندي بينما إذا أحضر قناة يوتيوب بدون كتابة بدون تدوين المعلومات أضيع وقتي هدر بالتالي عندما أريد أن أراجع هذه المعلومات لا عندي لا مرجع ولا شيء أرجع مرة ثانية برأيك مثل فيديو 10 دقائق 15 دقيقة أرجع مرة ثانية أحضره بيكون عندي صعب ضيعت وقتي وما استفدت شيء إذن الدفتر مهم جدا أيضا عندما أكتب هذه الملاحظات التي سمعتها في درس ما أضع عليها تلوين معين أو لون معين هذه الملاحظة مهمة لكي تركز عندي هذه المعلومة لماذا يكون عندي دفتر مخصص؟ مع فترة من الزمن لحضوري هذه الفيديوهات وهذه الدروس يصبح لدي منهج منهج بخط يدي أنت اللي كتبته بخط أيدك تفهم على الكتاب اللي كتبته بالتالي بتكون المعلومات سهلة إليك أيضا يجب أن أحفظ يوميا على أقل 10 كلمات من أي فيديو أشوفه 10 كلمات أحفظ من هذا الفيديو أو ممكن 15 ممكن 20 كلمة كل شخص وأستطعته وقدرته طبعا تكلمنا في فيديو سابق اللي حب يعرف كيف أتعلم حفظك كلمات فيديو مخصص تعلمنا كيف أحفظك كلمات باللغة الإنجليزية أيضا يوميا أحفظ جملة أحفظ جملة جملتين ثلاث جمل بسهم لماذا أحفظهم لكي أدرب لساني على النطق مباشرة أي معلومة تعلمها أطبقها أيضا ممكن أي معلومة تعلمها باشرة أكتبها كتعليق على الفيديو نفسه إذا كان لدي سؤال في مخيلتي باشرة أكتب تعليق أسأل الأستاذ الذي يبقي هذه المحاضرة أو القناة التي تتابعها السؤال الذي يخطر في بالك بالتالي يجيب عليك وتدون هذه الإجابة لديك لا أشاهد فقط القناة التي تكلم عن اللغة الإنجليزية كقواعد وعلم لغة لكن أستطيع أن أذهب إلى قلمات أخرى مثلا شخص يحب الطبخ شخص يحب الرسم شخص يحب موضوع معين إذن يشاهد هذه القناة بالتالي يطور من لغته أيضا احفظ الكلمات والجمل التي تفيدك في عملك التي تستخدمها في حياتك اليومية لأن دائما الكلمات الأكثر أهمية والجمل الأكثر أهمية هي التي تستخدمها هي التي تفيدك في عملك وفي دراستك أيضا عندما أشاهد قناة باللغة الإنجليزية ولا أفهم عدد الشخص يتكلم بسرعة وحاول من أعدادات الفيديو أن أخفض سرعة هذا الفيديو بالتالي أستطيع الحق على هذا الشخص المتكلم وأفهم عليه أيضا ممكن أشغل ميزة العناوين الفرعية إذا يكون عندي أسمع باللغة الإنجليزية أيضا يكون عندي الكتابة موجودة أو ظهرة على الشاشة تعدني هذه الميزة على أن أركز أكثر بيكون نظري على الشاشة وأيضا أسمع هذا الشخص أيضا تنتبه إلى معلومة بعض الأشخاص يخبرك أن هذا الطريقة المثلة للتعلم لا تهتم لهذا الكلام لا تتبع طريقة واحدة كما نعلم هناك مدارس كثيرة للتعلم لماذا كل شخص يختلف على حسب ظروفه وحسب ظروف نشأته وحسب الظروف المحيطة به لذلك لا توجد طريقة واحدة للتعلم إذن تستطيعا تأخذ من هذا الشخص ومن هذا الشخص ومن هذا الشخص إذن من جميع الأشخاص وتأخذ من جميع الآراء تأخذ الشيء المناسب لك أيضا تابع قناة يكون شخص يتفاعل معك بنفس الوقت ترتاح له تفهم إليه وتستطيعا تكسب أكبر قدر ممكن من معلومات من هذه القناة عندما تسمع فيديو أو تشاهد فيديو يجب أن تطبق بنفس اللحظة ممكن أن توقف الفيديو وتنطق مثلا كلمة وتقول جملة معينة في نهاية الفيديو تضع ملخص لهذا الفيديو ما هي المعلومات الأساسية في هذا الفيديو كعنوان رئيسي أنت تضع ملاحظات لكن تضع عنوان رئيسي لهذه أو لهذه المحاضرة بعد نهاية الفيديو ممكن تسجل صوتك إذا تريد أن تقرأ مثلا شيء معين أو تقول شيء معين تسجل صوتك تريفونك الخاص أو جهازك الإلكتروني اللي يكون متوفر لديك تسجل صوتك أيضا بتشوف ترجع تعيد تشغيل هذا الفيديو مرة ثانية تلاحظ ما هي الأخطاء التي وقعت بها بالتالي تستطيع أن تطور من نفسك المرة الأخرى أو المرة القادمة أيضا كن واثقة من نفسك لا تتردد أيضا عندما تتكلم حتى لو كان عندك أخطاء لا تركز على الأخطاء المهم جدا أنك توصل المعلومة وأنت تتكلم تفكر أخطأت أم أصبت لا تهتم لذلك من المهم أن تحرك لسانك وتتكلم إذن أغلب الملاحظات التي ممكن أن تساعدني أثناء التعلم على قناة يوتيوب معينة أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر